الخبر اول يعد عن قمر الطاي ولشيه ضايجة وزعل انا وبنفس الوقت تهيم اختفي عن السوشيال ميديا وبالأخص عن تنزيل مقاطع على اليوتيوب فنزلت هذا الستوري اللي تشاهدت كاتبة بيه انه حابت وضح شغلة انه البشر او نقدرقوا الناس بمشاهير بالسوشيال ميديا هم ناس بشر موروبوتات وتصروا يهم مشاكل عائلية ومشاكل خاصة ونحتاجون يبدعدون عن الناس عارف انه انتو تحبوني وتريدون اتفاعل وياكم انهم احبكم وكل شيء ما احب اتفاعل وياكم بس اظلت اتفاعل بدون ما ارتاح وبشكل متواصل حيث رح تنتهي الطاقتي وصار مملة وانزلكم اي شيء وحتى ممكن انطفي بالسوشيال ميديا للمستوي رح ينزل اتمنى تكون وصلت الفكرة ولا تضغطون على اي شخص حب يكون الى مساحة الخاصة وحياة الخاصة ويبتعد حتى يجمع افكاره ويرتاح فكرة يا حباب لكم انتو قول مشاكل اللي صاروا يا قمر وليش هي ازعلانة وش اللي قاعد صاروا اياها من اسم الديارة مار يا حباب فليش هي معاصبة ونزل شوية هادا الستوريات يا حباب اللي كانت بيها حاج بقى اهدوها اخر مرة بتعرض لهيك شيء بكفي بقى انا ما بدي مشاكل الليش هي كم تعملوا فيني لهالدرجة متضايقين من وجودي خلص كل واحد يشتغل على حاله ويمشي بطريقته يعني فهمنا عم شوه سمعتي سكتت عم تحاولوا انكم تضروني من تحت لتحت سكتت وبعدين لوين حابين توصلوا فكرة اني اترك ما رح اترك بالوقت الا لما انا بدي هي التصرفات الولدانية بطلوها عاد هذا الاسبوخ خمس مرات من حذف السوري بسروا الابلاغات وبلغتوا على الفيديو اليوتيوب اخدتها بضحك بحاج لان جد عم بيحكي هاي اللاق بعدين رح يصير اشي ما يعجب اي حدا من الوضح انه تقصد قمر طائي وجمهورة انه قمر طائي قاعد شوه سمعتها عن دياسو ولا عن ايمو وبنفس الوقت نوعا ما قاعد تهجم عليهم وتقولهم نوح افضحكم اذا مرة ثانية اتعرض للاجب لاغات انه رح تطلع وتكشف كل اشياء فكتبوا لها بالكومنتات شاركوا بكلام يارا ننتقل حاليا عن نور يا حباي بتنزيله هذا الستوري الكاتب بي شوه حبي ان تعرفون اشياء عن نور خللوا نفضوها قبل ما يسافر فمثل ما تعرفون يا حبايب ان هو رح يسافر هذا الاسبوع اتوقع لدبي رح يرجع هناك الامارات فالله وسطه بالسلامة يا رب روح حاليا البيسان والستوري صادم اللي نزلتها فنزلت هذا الستور يا حبايب بعد من قطاع فترة طويلة عن التنزيل وبنفس الوقت يا حبايب كانت اتللنا على الفيديو اللي رح تنزله ان شاء الله قريبا هذا الفيديو يقول كلش ناري ورح يكونوا ايه شخص وسيم ما ادرسان هشو القصد هلو اترى هو شخص وسيم حبيبها او يعني هو قاعد حلو وعاكم رح تكون لسوري يا حبايب شوفوها اصدقائي والله مستحية اطلع بشتوري والله من بعد هالسحبة طويلة باس بعد بكرة في فيديو الشلل صدمة صدمة مع حدا كتير حلو ننتقل حاليا الى احمد ابو الربو ووصول حسبة بالتك توك يا حبايب للتين مليون المتابع فشغل الف مبروك عقبال 20 مليون يا رب وطبعا لاتسون يا حبايب نتبر كله بالكومنتات على هذه الانجازات الخرافية ننتقل حاليا محمد جواني دخوله لمستشفى فلزه هذا السوري من داخل المستشفى كان يسوي اوبر بلازما طبعا اوبر بلازما يا حبايب عام 8 طاقط الشعر اللي هو يسويه تقريبا كل شهر فلج فيه يا رب ان شاء الله ما بيه الخير والعافية ننتقل حاليا الياسو يا حباب اول شي يلتقاه ويا قمر هذا يعني انه قمر حاليا رجعت لتركيا بعد ميشات بالعراق بيضاف نزلت هذا السوري تعليمي خلال انه رح تنزلنا مقطع يا حبايب رح يكون كل شنار رح اطوكم السوريات شوفوها هلو كيف كان شو اخباركم بكرة في الفيديو رح يكون عن قناتي بيجنن 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 فترقبوا بكرة الفيديو وان شاء الله على الساعة 4 بينزل ننتقل حاليا الياسو يا حبايب وسفر فنزل شوية ستوريات هو وشان السفر كباح وده نختم بشورة يا حبايب وسفر مالتا فنزل شوية ستوريات يعني من خلال انه هو مسافر يسأل متابعنا وينت توقعون هو مسافر فكسبونا بالكومنتات وينت توقعون شير وراح يسافر بصلا حباب من نصات المقطع تمنى اقوى اجابكم ونرسوا ان تفجروا هذا المقطع واللايكات وبس اتشتركوا في الزيام اقوى القصص احبكم ومع السلامة